ده كان تقريرنا مع فريق السلة وكان من داخل طبعا أرض الملعب وكان أثناء التمرين أو بعد التمرين وزي ما قلنا لحضراتكم أنه الكوتش ماريو بالما بيبقى بيعتمد على الكمنيكيشن والكلام كتير عشان يقدر يقلل فاطة الاستجابة لللاعبين وكمان عايز أشير لبعض النقاط سريعا أن الكوتش ماريو لما جاء ما كانش عنده شروط الحية الراجل كان جاي مرحب جدا أنه يمسك النادي الأهلي وكمان إدارة النادي حاولت أو هو اختار كمان نفس المجموعة من الجهاز عشان برضو يبقى فيه هارموني وما يبقاش الموضوع فيه فترة انتقالية أو مرحلة انتقالية خاصة هدخنين على بطولة وعايز أقول حاجة تانية لجمهور النادي الأهلي احنا طبعا وجود الكوتش ماريو أكيد يعني رفع سقف أو طموحات جماهير النادي الأهلي ولكن الراجل جاي فيه ظروف صعبة في وقت ديء جدا فلازم ندعم الفريق ولازم نقف في ظهره في المباراة القادمة مع الاتحاد وأيا كده النتيجة لازم ندعم الفريق ليه لأنه طبعا أنتوا عارفين المرحلة صعبة فلازم ما نحملش كوتش ماريو الضغط عصب كتير له أكيد هو بيتابع وبيشوف اللي بيحصل ولكن احنا في ظهره وقفين وراه وإن شاء الله النتيجة تتحسن الفترة القادمة